أنت تعلم ما الذي يجري خلال هذه الأيام مع ناصر الأمن وكأنها أطلقت حملة لتطهير هذا الفضاء الافتراضي ولو أنه شيء صعب تطهير الفضاء الافتراضي من بعض صفحات الفيسبوك التي امتهنت سب والشتم الابتزاز الناس القدف في الناس القضاء تدخل حقيقة فيه كثير من الشبكات التي وضع القضاء يده عليها نتحدث عن ظاهرة نعيشوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الشباب الذين يعتقدون أنهم لا يراهم أحد وهم خلف شاشاتهم أو خلف هواتفهم النقالة من جانب التقني ما الذي يمكن القول لهؤلاء أنه ولو أنه في بيته أو في أي مكان مستتر لكن يمكن الوصول إليه بعدة طرق تقنية نعم هذه هي حقيقة مجهولة عند عامية يعني الناس وخاصة الناس لي عندهم الهدف يعني الإساءة فيقول لك أنا أستطيع أفعل شيء ولست مراقبا وهذا كدام يعني خاطئ يعني تقنيا ففي الميدان التقني الآن يعني بوسائل حديثة تكنولوجية أصبحت يعني من السهل حتى هناك بعض الأجهزة يقدروا يصل إلى الشخص بعد ثمن ثواني يعني لكون موجود يعني مباشرة في الإنترنت فالتقنيات تحدثت وتطورت وحتى يعني داروا مؤخرا تقرير إجرامي يعني نقص نوعا ما في 2017 و2018 الجريمة يعني الموجودة في الإنترنت يعني فيها كذلك فيسبوك قضية الشتم قضية الافتراءات قضية يعني الابتزاز فالتكنولوجيا هذه قاعدة مع الوقت تحط حد لوجود الناس هذو والشيء يعني الغير معروف عندهم وليخليهم يزدادوا حدة يظنوا بالله يقول لك يعني أفعل أي شيء فأنت محمي يعني من الخلف من الستار والشيء المتدول خاطئ تماما تقنيا أنه يتبادلوا بعد التكنولوجيا الصغيرة يقول لك استعمل الفو بيام استعمل كذا ولا يعلم أنه الآن في أصبح تفكيك يعني هذه الوسائل التقنية يعني يسمونه الأنونيما أصبح يعني في متنول الأجهزة الأمنية ترجمة نانسي قنقر